قبل ما نذهب إلى الخبر الموالي عندنا بيان صادر عن مستشفى تيزيوزو بعدما راجعت أخبار كثيرة عن انتشار وباء مرض وبأنه حدثت وفايات نتيجة هذا الوباء مستشفى تيزيوزو أصدر بيانا رسميا يكذب فيه كل هذه الإشعاعات البيان الرسمي الصادر عن مستشفى تيزيوزو ينفي أيضا هذه المعلومات حتى في المنطقة في البويرة بومرداس بجاية وغيرها ويقول بأن الوفيات وعددها خمس وفيات وقعت بسبب ارتفاع درجة الحرارة ولكن لا توجد أي حالة إيبولا يعني البعض بدأ يهدر على انتشار الوباء وهذا هو وباء إيبولا المستشفى في بيان رسمي قال بأن لا يوجد وباء إيبولا وتبين بعد دراسة ملفات المتوفين تأكدنا أنه لا يوجد أي وباء في الولاية لا يوجد أي وباء إيبولا في الولاية وهذا هو البيان الصادر عن مستشفى تيزيوزو فالبيان كما قلت يقول بأن الوفيات التي وقعت نتيجته في درجة الحرارة ولا يوجد أي حالة إيبولا ولا فيروس قاتل ولا يوجد أي وباء في الولاية حسب البيان الصادر عن مستشفى تيزيوزو مثل ما يظهر على الشاشة وسنعود إلى هذا الموضوع في نشرة الأخبار وفي موعدنا الإخبارية القادمة ترجمة نانسي قنقر